هستيريا الميليشيا الحوثية في شن هجمات فاشلة تجاه المملكة مضبوطة على دقات ساعة طهران دون دراية وإدراك للعواقب ولأن جدوى صوابية أفعال ليست في قاموس الميليشيا التي سلمت أمرها لغيرها طالبة النيل رضاه وساعية للدخول تحت عباءته ها هي تستقبل الرئيس الإيراني الجديد بالطريقة التي ترى أنها تلفت انتباهه كونه من أشد المتشددين مؤكدة في الوقت ذاته ولاءها لإبراهيم رئيسي بشن سبع عشرة هجوما فاشلا على الأراضي السعودية خلال 24 ساعة هجمات جددت معها الدفاعات الجوية للمملكة إثبات الكفاءة والقدرات الاستثنائية مع تدمير كافة الأهداف المعادية في الأجواء والحياة على الأرض تسير بحالتها الطبيعية دون قلق أو فزع للمواطنين والمقيمين من محاولات استهدافهم بجرائم حرب التحالف أكد على نجاح صد الهجمات واتخاذ الإجراءات العملياتية كافة لحماية الأراضي السعودية من الإرهاب الحوثي مع صم الميليشيا أذانها تجاه دعوات السلام باعتداءات داخل اليمن وخارجه فعلى الرغم من سعي الأطراف المنخرطة في الملف اليمني إقليبيا ودوليا إلى إيجاد حل سياسي للأزمة إلا أن الميليشيا الحوثية تثبت في وقت الحديث عن السلام أن أحقادها توصع رقعة حروبها وتزيد ضحايا جرائمها من اليمنيين طائرة المبعوث الأمريكي تعود لواشنطن بعد زيارة قصيرة للمنطقة ورسالته التي لم يصرح بها ألا حل للملف دون ضغوط حقيقية على الميليشيا الحوثية لإنهاء الصراع